ابنك من لحظة دخوله لجامعة وهو مصير للمشاكل ولما انتم مش عارفين ترابوه بتعلمول ايه؟ بنعلمه من ببل احتياط قل تعلمول ايه واشي اخرص تعاملتي ايه؟ يا فندم احنا مش عاوزين نكبر موضوع قوي وياريت نفاهم بهدوء تاني حتقولي هدوء ابقى شوف ابنك اللي ما تراباش يا فندم اتعصب ليه؟ اللي انكسر ينصلح هو ايه اللي انكسر يا بني ايدم انت؟ انا بنتي اشرف مش شرف اما الفنق دماغة لانه الصبح وقارفنا يا عم انت ما انتم ساكيتهم الصبح اصدهر ان الكلام الودي مش حيجيب معاكم نتيجة انا رايح الاسم وحعمل مزكرة عذر تأرض اسم؟ راحت يعمل ايه في الاسم يا اندسة؟ حد يفضح بنته واستصولاته المخبرية انا ماناش رايح الاسم الحمد انا رايح لوزير الداخلية استنم استنم سمعت رايح لي مين؟ اه 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 ايه دا سعدك ايه دا؟ ايه دا ارجوك؟ انا مستعد بانبيلك تعهد على نفسي ان الورد دا مش حيتعرض لبنتك ابدا اتفضل اتفضل يا فندم بتقول دخلت وضيتها انا كنت بفكر زي حضرتك في الاول يا فندم لحد ما عرفت البنت على حقيقتها دي طلعت بنت طيبة وقلبانها يا حبيبي ما تقولي ان قلبها قلب خصايا عرفت من ايه يا فندم بتقولي يا فندم يا فندم دي بنت ضحية تخيل ابوها بيكون امها مع مميمي مين مميمي ياكش تولى حية ومميمي في لحظة واحدة ده ابوها راجل الغبي تعتر بقى لسان ولسان الزفر كمان شفت ما قدرتش حضرتك تستحمله ربع ساعة تعمل ايه البنت بقى اللي عايشة معادي ضحية بلاش كلام فارغ انت رجلش وراك ريه انا ممارس اه انا وراك يا فندم انت نسيت انت جاي هنا ليه يا فندم انا كنت هعرف خلاص بيجيب الطابع دي منين اللي ابوها دخل احمد ربنا ان الراجل دخل في الوقت المناسب بدل ما كانت تعملك قضية اثبات نسب نسب ايه يلا يا وط يا وط ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده زميل زميل يا فندم اه نسب ايه بس يا فندم احنا مفيش بنا لكل خير ركز في شولك الراجل كراحي قابل وزير الداخلية فاهم 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 يا فندم النهاردة العيال هيجمع فقر نضربه فيه مقدرات انا عندي احساس ان النهاردة همسك خط مهمة في القضايا فندم يك تكابل فيه وتكسر رقابتك ما ده ايه ده بقى خياله انا مش خيالك يا اخي ايوه صح انت قريب اختي انا قريب اختك وقريبك انت قريبك امشي امشي ده حيشللي يا خيالي بس من فضل امشي انا امشي انا انا taxi انا 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 روح فيني روح داخل روح الصحن جول طب ايه ببنى محفظة يا باب ببنشيلش محافظ طب ايه اللي عجز ما والساعة القباية او طبان عليكم عاملين دماغ واسخة بستمع السوق فيها يا عياد انت بتكلم زابط اقول لك ايه انا بقى وزير الدقلية اتبان عليك حتبوز الدماغ اللي احنا عاملينه اقلق بالمحفظة الاحسن غزك ايه ده انت معاما معاما اتو جد ايه جباب ده اتو جد يا انا الله ينور يا ساعدت الباشا انا هعترفلك يا باشا اتفضل ادي المخدرات اللي كنت بحطاها في دوليب العيال هي دي الحاجات اللي كنت بسرقها منها مبادل قدرة اعمال مقدمة في علم الاحصة ايه بات ده حرمية مسقفة فين المخدرات برضو يا باشا كالترخيرة انا كنت بذاكر فيهم بذاكر فيهم انها بنت شاكلك لبط وهتتعبيني معاك يا عور طب عشان تصدق ادي الكرنيه بتاعي انا في كلية تجارة الكرنيه ده مضروب الله يسامحك يا باشا انا بشتمك باهلك بقولك الكرنيه مضروب مالك حضرتك عارف ان اقل كتاب من دول يجيب 50-60 جنيه وانا هجيب من اين يعني بقول لك ايه بتاعي تقولي لأمي تعبانا وبجري على اخواتي ما تجري من الاخرى بت يا باشا كل الحكاية ان انا بنت عالدها اطموح وبجري على اخواتي بتفتكر لازم تقبض علي عشان عندي اطموح يا باشا طيب خلاص خلاص يا باشا والله العظيمة لو معدى رجيب سير الحد انا مش قد حضرتك بص يا باشا انا هساعدك بس مش عشان خايفة منك ولا عشان عايزة منك حاجة انا هساعدك لان ده الصح العيال والادة الاغنية دول اصلهم مش مقدنين النعمة اللي هم فيها اللي غيرهم بيحلم بربعها تفي حاجة شيوعي يفعلتكو يا بيت هكلمها على الجامعة والمخادرات اللي فيها تقولي محاضرة في الحكد الطبك بقولك يا بيت انا مش عايز لماضة من بكرة تفتح يا نيكي في الجامعة دبت النملة توصلني هم؟ قابلنا يا سهل يا باشا خد يا بيت تعالين معاك فلوس؟ مستورة والحمد لله طبقاتي عشرة جنيه بغزر معاك خدي دول برضو حضرتك مصامنة دين اشتركوا في القناة 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 تسيبك من ده بتي ماشا بدراب مخدرات يبقى انت لسه زعلان من اللي عمله أبويا ده أنا اللي قلقت عليه قلقت علي أنا ليه يعني الموقف قدام الناس وأبوك و أمك يعني لا ناقب ده عادي ناقب ده بيتكرر كتير أنا واخدة على كده أنا فتجرش قصة أن أبويا بات يوم في البيت أنت عارفة بات يوم أنا علاقتي بأبويا كده بس ده علاقة أبو و بنتي بس كده أحسن ها ديني بخرج بعمل لأنا عيزاية بش أبويا أبو ماما ماما؟ مالها ماما دي ماما دي زي السكر ماما دي أنا وهي موبايلات على طول تطحم النوم تديني موبايل تخش تنام تديني موبايل وأنا برضو بتديني موبايلات و بعدين بقول لك أنت عطايا شوية تديني أغل لأنا عاملها حاطر طب و هلا علي حاطر ايه يا بسيوني وقف كده يعني ما بتضربش ولا أنت عامل دماغي نفت هاي نفت لا أنا تقدر تقولي يعني دماغي الطوابع والحاجات دي دماغ فافل تنفعنيش أنا حب يا بي أزبط دماغي كده في مكان خاص واجيلك فريش دماغ بلدي بلدي؟ الله يا بسيوني نفسي تجرب الدماغي البلدي دي خلاص إحنا بكرة عندك يا مايا الحمزة دماغنا بكرة عنده بسيوني يا ست استني ولا أنت رجعت في رأيك لا رجع إيه؟ يا جناح بسيوني بكرة عزمنا عنده على جمال بلدي بكرة بلدي؟ إيه إستا يا ماما بسيوني لا 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 خلاص مش حينفع إيه إستا يلا تروح دلوقتي يلا تروح دلوقتي يلا تروح دلوقتي يا ست يمتقولك بكرة أنت حاولة لا تروح دلوقتي تروح دلوقتي يا عمي قلّم طلاخة من الهجرة يلا ريتم توقعهم من هذا قلّم من الهجرة تامش تقرير زابط ده تقرير أخي صحيب اجتماعي الكلام دل تروح تقوله في همس إتعتاد يا فندم يا فندم أقرأ التقرير بتماعهم قريتو قريتو حبه حبيتو من قلبك حبيتو يا فندم حبيتو اهو محبك مش من قلبك لا هذا مش من قلبك محبك فيه يا حظبت أنا ماري وما زروف للعياة العائلية أنا حتبناهم أنا ما التمنى زروفهم أنا كل الي همني المخاضرات فيه المخاضرات يا حظبت فين المخدرات ايه 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 فضل كان هرق اسود ومليل ايه اللي انت شايله ده فارش 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 حشيش يا فاندم ماركت سيبها وخدها يوم السبت دعم لو مش فاضي السبت خدها لحد امان يعني شكلك هيحبسنا الاتنين الصبح ايه ده يا فاندم ده اللي هيوصلنا طريق المخدرات توليفة عملها عند العطار كده وعملت كله ليه اللي ليه تزنقت العيال اللي اتوردت معاهم يعني وعايزين يعملوا دماغ بنا دي وعلى حسابي فاتصرفت انت تجننت بقى بدل ما تعرف العيال دي بيجيب المخدرات من ايه تستغلهم انت تجري مخدرات وبعين العيال مدمنين دول حيأثر فيهم شغل العطارين اللي انت عاملوا الفالس ولا يا فاندم ده مفعوله كده استنى مفعول ايه فيه ايه فيه ايه ايه انت انا لا فيه فلاك جوينت الصباحة مين فلتر كارتون عريق اول ما تصحى ولح انا ما بشربش الحاجات دي يا فاندي ما اسمع مني ما بشربش الحاجات دي ايه اقول عقولك قال انت ثابت يا هزابت بتاع لي ما تقولها شبيت يا قبل انا هحاولك للتحقيق فورا يا فاندم انا هحاوريك شغل عكس فل انت فيها يا حازم حازم هوب انت ايه فيه ايه حازم معلش يا ابي اصلا انا سمعت بسيونه بيزع فقلت يمكن بيزع لحضرتك فاندفعت يعني لا عبرا احنا كنا بنيشغل انا وبسيوني خلي بسيوني الحرز دي رجعه المكتب عشان نبقى نعدمه ها عشان نعدمه انت بتعمل كده ليه انت بتعمل كده ليه انت بتعمل كده ليه مش فاهما علشان حاخنوه قبل ماعدمه عشان مش عاوز يفهم الحرز ايوه علشان حنيعدم ايوه ما تشنقوه احسن يا باشا انا مش حسام لنا تكتل تحقيق انا حضربك بالنار يا فاندم يا فاندم افهمني ما قداميش حل تاني لازم اعمل حفلة عند ساعاتك هنا في البيت ده انا لو مراتي عرفت حتيت بحني يا فاندم عشان المهمة دي تنجح انا عايز قلبك يبقى قلب اسد مخاربش تفوت في الحديد مش ده كلام ساعاتك اللي قلتهولي وانا لا يمكن اسمع لك انك تحول بيت الجارسونيرا البيت ده اللي عمره ما دخلي فيه على ست غرميراتي والشغالة واحيانا حمادي ده لو اعتبرت ان دول ستات جاي بعد العمر ده كله تدنسوا انت خلاص يا فاندي مفيش مشكلة انا هطلع السيد مساعد الوزير احطه في الصورة وافهمه ان المهمة بتبوز عشان ساعاتك مش متعاون معايا اعلم في خيلك اركبه ايه 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 ايه